وفي ذات المراجعات الاقتصادية وصف البنك المركزي العراقي بغير الصحيح الحديث عن إعادة تجربة لبنان فيما يخص عمل المصارف موشيرا إلى اتخاذ إجراءات وقائية لتوفير الدولار وضبط أسعاره بالسوق المحلية فيما سجل المصرف تضاعفا في المبيعات النقدية وكشف مستشار البنك المركزي إحسان الياسر عن اختيار قائمة من المصارف للعمل أيام العطل الرسمية المقبلة لكي يستمر ببيع الدولار إلى الجمهور مما سيعمل على تلبية متطلبات أصحاب الاحتياجات من النقد الأجنبي لأغراض السفر والعلاج والدراسة وعن انتشار معلومات تفيد بامتناع البنوك عن صرف أرصدة المواطنين بالدنار وإعادة تجربة لبنان أوضح الياسري أن هذه المعلومات غير صحيحة تماما ودنار العراقي متوفر بكثرة في المصارف وبخزائن البنك المركزية وهذه الشائعات يطلقها المتضاربون